حلقتنا النهاردة هتكون مثال لمبدأ قلناه كتير قبل كده وهو اننا ممكن نعرض في حلقة رأي وفي حلقة تانية نعرض رأي عكسه تماما وده لاننا زي ما بنقول دايما مش بنتبنى في البرنامج اي رأي ولكن احنا بنعرض كل القراء طالما معاها ما يدعمها وفي احيان كتير بيكون الرأي وعكسه صح واحيانا مش بيكون في صح مطلق وخصوصا مع وجهات النظر من مجموعة حلقات كنا تكلمنا عن فكرة زرع شريحة داخل جسم الانسان واعترضنا على الفهم الخاطئ لكلام بيل جيتس واللي نسي الناس كل اعماله الانسانية وفجأة تحولت من كنها اعمال الانسانية لا اعمال استغلال للناس كفقران تجاره واصبح في نظر كل اللي بيتكلم هو المسيح او المسيخ الدجال وعلى فكرة الاتنين صح طيب ايه اللي هيتغير في حلقتنا النهاردة؟ النهاردة هنناقش ماذا لو الفكرة دي صح؟ ماذا لو فعلا في نية لتحويل البشر لمجرد ارقام؟ ماذا لو بقى لكل انسان فينا باركه تقدر قوة اكبر تتابعه من خلاله في كل تحركاته؟ ونفتكر مع بعض حلقة ابتسم فأنت مراقب وكانت عن النظام المتبع لمراقبة الناس في الصين وتقييمهم بس كانت عن طريق كاميرات المراقبة لكن النهاردة احنا بنتكلم عن تحويل البشر لما يشبه السلعة المكودة زي بالظبط كده لما بتشتري اي سلعة من اي سوبر ماركت البداية هتكون من خلال فيلم 3D الشهير او انا المعز الاليف واللي بالتأكيد اغلبكم شافوا واللي تم انتابه ونزوله سنة 2012 وهو فيلم كندي مدته 7 دقايق بس لكن وقت نزوله عمل ضجة كبيرة جدا لان خلال السبع دقايق دول عشرات الرموز عن نهاية العالم والمسيح الدجال الى اخر الفيلم رجع للنور في الفترة الاخيرة بعد ما تحقق كتير من اللي توقعه ودي الواحدها عايزة حلقة كاملة والاهم كمان كان خوف الناس من الرموز اللي لسه متحققتش وكان اهمها انتشار الاوبئة بصورة هتحصد عدد كبير من سكان العالم طيب ايه علاقة كل ده بموضوعنا؟ علاقة الفيلم بموضوعنا هو اسم الفيلم وبدايته اسم الفيلم هو انا الماعز الاليف وهنا زي ما شفنا من خلال احداث الفيلم مش رجع للماعز نفسه لكن رجع للانسانية بشكل عام الانسان في كل العالم امريكا اسيا افريقيا اما بداية الفيلم وهي زي ما بتسمى سينمائيا افان تطر فكانت لمعزة محبوسة في صندوق خشب ومش طالع غير راسها وعلى جبنها بار كود زي اللي بيستخدم في المحلات وبربط اسم الفيلم والبداية والاحداثة اللي تصورها الفيلم كلها مع بعض هنلاقي ان التلاتة مع بعض بيوصلوا رسالة واحدة وهي ان البشرية كلها زي الماعز الاليف او عرقس الماريونت زي بالزبط كده نقطة جارش باشر الابن بتحركها قوة اكبر بكتير وان الانسان هيصبح في يوم من الايام زي الحيوانات الاليفة وخصوصا المواشي والماعز وهيتعمله النوع من الكود علشان يصبح من السهل تتبعه والتحكم في تصرفاته ويبقى مجرد رقم زي اللي بيحصل مع المواشي والماعز الفيلم بفكرته وبتوقعاته رائع وصادم في نفس الوقت بس مش هو موضوعنا النهاردة احنا هناخد من كل اللي قلناه بس فكرة البار كود او التكويت بشكل عام ونتناول الموضوع اللي سبق وتكلمنا فيه في حلقة الليم بتمانية جيدا لكن من زاوية مختلفة وخلونا نسأل سؤال هل فكرة تكويت البشر علشان يتم مرأبة كل انسان على وجه الارض مش بس كده ده كمان التحكم في سلوكه وتصرفاته وعلى فكرة هي فكرة محل نقاش من 8 سنين او اكتر وكان سبق وتكلمني عن الشريحة اللي زرعها كتير من السويديين تحت جهدهم واللي بتشتغل اي دي وكرود فيزا وتزاكر قطرات وطيران وبيان حالة صحية وباسكوت وكل ده في وقت واحد طيب هل نقدر نقول ان دي كانت تجربة أولى للي هيحصل في المرحلة الجاية احنا بس طلبنا بتحكم العقل وعدم سرعة اطلاق احكام في موضوع بيل جيتس لكن هل الفكرة في حد ذاتها ممكن تحصل فعلا على مستوى العالم ويصبح كل واحد فينا مترائب 24 ساعة في 24 ساعة حدش عارفه تعالوا نبدأ حلقتنا من فكرة التكويت بشكل عام وايه سبب التفكير فيه وتاريخه تبدأ القصة من سنة 1932 لما فكر والس فلند طالب بيدرس إدارة أعمال في جامعة هارفرد ان مع تزايد أعداد السلع في محلات البقالة او اي نوع من أنواع المتاجر البيع هيكون صعب عليه جدا تذكر أسعار كل السلع وحتى لو وضع سعر على كل منتج فعملية حساب إجمال المشتريات برضو هتاخد وقت مش قليل ففكر في أن الكل سلعة يكون فيه كود بيقرأ بشكل ما عند البيع بطريقة مباشرة فتدي له اسم السلعة وسعرها خلونا نفتكر أننا كنا في سنة 1932 وشعاع الليزر زي ما كنا قلنا قبل كده في حلقة من الحلقات تم اختراعه سنة 1960 طيب ايه بقى الفكرة اللي فكر فيها والس؟ فكر في طريقة بسيطة وبدائية لكن هتوصل لنفس النتيجة وهي فكرة الكرت المخرم وطبعا كانت أماكن الخروم هي بديل عن خطوط البار كود فكرة الكرت المخرم ما كانتش فكرة جديدة لكن كانت معروفة من سنة 1890 لما فكرت فيها ونفزتها هيئة التعداد في الولايات المتحدة وبالتأكيد استخدمتها في عملية التعداد لكن تجربة والس فلند ما كملتش والسبب بسيط جدا وهو أن التكلفة كانت عالية جدا وفي نفس الوقت ما كانتش سريعة يعني البيع كان هياخد وقت كبير جدا مع كل سلعة بس الأكيد أن المفيد في تجربة والس أنها جذبة الانتباه لضرورة وجود نظام إلكتروني لتسعير وتصنيف المنتجات وخصوصا في المتاجر الكبيرة اللي بتضم عدد ضخم من السلعة أو المنتجات سنة 1948 كانت البداية الحقيقية للبار كود ودت عن طريق اتنين شباب لسه متخررين من معهد ريكسلر لبتكنولوجيا الأول كان بيرنرد سيلفر صاحب الفكرة بيرنرد سمع بالصدفة حوار بين عميد المعهد ومدير شركة منتجات غذائية كبرى كانوا بينقشوا بحسة عن جمع معلومات المنتج تلقائيا عنده نقطة التشيك اوت أو الكشير في السوبر ماركت حكى بيرنرد الفكرة لزميله وصحبه نورمال دولاند ويبدو أن نورمال كان هو العقل المدبر فقرر الاتنين أنهم يشتغلوا مع بعض على الفكرة دي نورمال كان المفروض أنه يكون معيد في المعهد لكن الفكرة سيطرت تماما على تفكيره فبدأ بعض التجارة بالفشلة كان أهمها استخدام نوع من الحبر وشعيع من الضوء بالأشعة فوق البنفسرية طبعا الحبر كان بدلا من الباركوت والشعيع كان بدلا من الليزر بس التجربة دي كان لها أكتر من عيب المهم بعد كده بيستقيل نورمال من شغله علشان يتفرغ مع بيرنرد للفكرة اللي أصبحت مشروع عمرهم وباستعارة التكنولوجيا من عنصرين أغرب من بعض وصلوا لأول باركوت في التاريخ تفتكروا إيه هم العنصرين دول؟ الأول كان مورس كود أو أشارات مورس اللي بتستخدم في اللاسلك والتاني وهو الأغرب كان جهاز بيستخدم في تشغيل الموسيقى في الأفلام الصامتة في العشرينات طبعا اختراعهم كان مكلف جدا وبرضو مش عملي ولو أضرار جانبية كتير جدا أهمها أن مصدر الضوء أو اللمبة المستخدمة في قراءة الباركوت كان ضرارها جديد جدا ومؤذي للعين ده بجانب الحرارة الرهيبة اللي خرج منها لكن في النهاية قدر نورمال يحصل على براءة اختراع لجهازه وكان أول شكل للباركوت لكن في نقطة صغيرة حابة وضحها إن كلمة باركوت معناها خط أو قطعة طويلة لكن اللي اختراعه نورمال كان على شكل الدوائر زي ما احنا شايفين كده مش شكل الخطوط اللي احنا عارفينها ولذلك كان مسمي اختراعه بالآي باركوت أو باركوت عين الثور وده كان سنة 1952 وبعد كده أصبح أول باركوت يستخدم بشكل رسمي في التاريخ بالرغم من إن شعاع الليزر كان لسه ما تمش اختراعه في سنة 1961 ديفيد كولنز استخدم فكرة الباركوت استخدام غريب جدا عمل على أرضية مدخل ساحة انتظار قطرات السكك الحديد نوع من الباركوت المشعق اللي التعرف على القطرات الدخلة للساحة وده كان باستخدام أشعة ملونة بتطرف في مجموعة عواكز طويلة شبه الباركوت زي ما احنا شايفين كده وبتقرأ على كمبيوتر بدائي جدا وناخد بالنا إننا في سنة 1961 حاول ديفيد كولنز يقنع الشركة بتمويل فكرته لكن الشركة كلها قفلت فقرر ديفيد يعمل شركته الخاصة اللي طورت من صناعة الباركوت بشكل فعال جدا بعيدا طبعا عن موضوع القطرات واستخدمت تكنولوجيا الليزر اللي كانت لسه في بدايتها وبدأت شركته تنشر فكرة الباركوت على نطاق واسع في مدالات التجارة والصناعة مع طبعا التركيز على تقليل التكلفة قدر الإمكان للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء سنة 1974 كانت البداية التنفيذية الفعلية للباركوت لما شركة IBM تعاونت مع نارمان وادلند المخترع الفعلي للباركوت زي ما حكينا واللي كانت براءة اختراعه انتهت وقدموا في السنة دي ما يسمى بـ Universal Product Code أو UPC اللي معناه نظام كود المنتج العالمي وبدأ النظام ده في الاستخدام في المحلات الكبرى بعد توحيد نظام التكويت في العالم كله فضل النظام شغال لمدة 20 سنة لكن كان فيه مشكلة عانت منها بعض الشركات وهي ان نظام الباركوت بيقدر يكتب معلومات في حدود 20 حرف بس طب لو عندنا معلومات اكتر من كده نقدر نكودها ازاي؟ شركة فرعية تابعة شركة تيوتا قدرت توصل لحل الباركوت كان احادي الابعاد يعني مجرد مجموعة خطوط جنب بعض باسماك مختلفة كل واحد منهم بيمثل حرف او رقم طيب ليه الباركوت ما يبقاش ثناء الابعاد؟ وهنا وكان الكلام ده سنة 1994 اخترعت الشركة التابعة لشركة تيوتا الكوك ريسبونس كود او كود الاستليابة السريعة اللي احنا عارفينه كلنا باسم QR كود واللي اصبح بيقرأ باي كاميرا موبايل وبيوصلك على طول المعلومة اللي انت عاوزها على الانترنت وكمان اصبحنا كلنا قادرين نكود عليه بعض معلومتنا يعني اكيد بعضنا شايف الكروت الشخصية اللي عليها ال QR كود اللي مجرد ما تقرأها بالموبايل بيدينا معلومات الشخص صاحب الكرت وكمان بيخزنها على الفون بوك بتاع الموبايل نقطة اخيرة عن فكرة الكود حابة تكلم عنها وهو النوع التاني بس المراضي بيستخدم للكائنات الحية وهو ال Air Tag اللي بيتم وضعه في اذن المواشي وعليه رقم والتاج ده مش بيكون مجرد رقم للبقرة او الحيوان لأ ده كمان كود بيتم من خلاله تتبع حركة البقرة وده بيتم باستخدام اشعة الراديو وطبعا بيكون برضو عليه كل بياناتها فمنه انه زي البر كود عليه كل بيانات البقرة ومنه جهاز تتبع النقطة الاخيرة وهي Air Tag المواشي هتاخدنا لسؤالنا النهاردة هل قربنا فعلا للوقت اللي هيتركب لكل انسان شريحا بدل ال Air Tag بتاعة المواشي وبرضو يكون عليها كل بياناته علشان يكون من السهل تتبعه هل قرب الانسان يصبح سلعة متكودة زي اللي في السوبر ماركت ومترقبة زي المواشي اتمنى اني محضرش اليوم ده اللي كده كده هيجي لكن اتمنى انه يتأخر قدر الامكان في النهاية هرجع لنقطة اختراع البار كود وعايزين نركز كويس جدا مين اللي اخترعوه هنلاقي ان اول تجربة كانت لطالب في مرحلة جامعية والتجربة النهائية كانت لطلاب في مرحلة الماجستير وده بيوضح اهمية حاجتين اولا الشباب اللي والحمد لله في مصر بيمثلوا النسبة بتعدى الستين في المية من السكان تاني حاجة البحث العلمي واهميته لان بالعنصرين دول اللي هم الشباب والبحث العلمي بتقوم وبتتقدم الدول اشتركوا في القناة